رمضان أهلا شعبان يجري ما له من باقية أيامه تمضي بناك الخاطفة رمضان أقبل يا له من فرصة ذهبية فحذار أن تكون ضائعة رمضان أهلا شوقنا متزايد للقائك السنوي نرجو الآخرة رمضان أهلا فالقلوب تحجرت من بعدها عن آي رب نازلة رمضان أهلا فالدنوب كثيرة كيما نغسلها بعين باكية كيما نغسلها بعين باكية رمضان أهلا فالشياطين انجلت وإذا حللت فسوف تخفى المالدة رمضان أصبع همم الدنيا لذا كثرت تقاتل في أمور تافهة كثرت تقاتل في أمور تافهة رمضان فالقرآن مهجور أجل إلا إذا ما جئت يا للكارثة رمضان صار قيامنا بالليل في أخبار كان وظلبات الناسخة أخبار كان وظلبات الناسخة رمضان أمسكنا عن الإنفاق من ودعتنا فشعارنا لن نافية رمضان قد خلت المساجد جلها صفان أو صف فحقا خالية رمضان ركن رابع من خمسة رمضان ركن رابع من خمسة فالصوم فيه فريضة لا نافلة يا رب بلغنا إلى رمضان في أمن يغم ديارنا مع عافية يسر علينا صومه وقيامه واختم لنا فيه بحسن الخاتمة وارفع كورونا إننا ضقنا به ذرعا فيا عجبا لها بالجائحة من قال إني شاعر فمجامل أنا في الحقيقة لست إلا داعي لكنني بمجاملات أحبتي سأقول شعرا فوق شعر النابرة سأقول شعرا فوق شعر النابرة كمل الجمال من البحور الكامل أبياته لا نقص فيها كاملة أبياته لا نقص فيها كاملة إعداء الدكتور علي جلنة حفظه الله ورعاه